موسيقى وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 20 هدفا جويا روسيا فوق المدينة في الساعات الماضية وذكرت الإدارة العسكرية في بيان لها أن انذار الغارة الجوية في العاصمة وفي منطقة كييف استمر لأربع ساعات وثماني دقائق لافتة إلى تضرر المدينة في إطار تحقيق الوعي الطلابي بواقع العملية التشريعية والبرلمانية في مصر استقبل مجلس نواب طلاب منتخب البرلمان المدرسي لإدارة الزيتون التعليمية الحاصل على المركز الأول على مستوى المديرية والذي تم تصعيده على مستوى الجمهورية وقام الطلاب بجولة داخل أروقة المجلس تشتمل على المتحف والمكتبة كما حضر الوفد الطلابي جانبا من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وبآلية المناقشات وذلك تأكيدا على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الوباء الولاء والانتماء في نفوسهم توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 253 طن مواد غذائية وتم ضبط أكثر من 17 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 221 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 14 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 518 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و 158 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استعادة تابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضرية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرات خارجية والسياحة والأثار بمناسبة تسلم مصر تابوتا أثريا من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور القائم بأعمال استفارة الأمريكية بالقاهرة إن استعادة التابوت الأخضر وعودته إلى أرض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية في حماية إرث مصر الحضاري وانعكاسا لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الأثار المهربة وهو التعاون الذي تم تعزيزه بالتوقيع على مذكراته تفاهم في عام 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ووضع إطار قانوني للتعاون في هذا المجال وأكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر بصدد توسيع الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل استعادة الآثار المهربة لافتا إلى الحرص على استعادة الآثار المهربة بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية إن مصر تولي عظيم الاهتمام باستعادة كافة الآثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج خاصة وإن لنا سبقا في الاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي العالمي فالأثار المصرية ما هي إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث ومن هنا أود التأكيد على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لإلى أكبر قدر من الاهتمام لهذا الملف ومتابعة وملاحقة أي عمليات اتجار في الآثار المصرية المهربة والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والأثار المصرية ومكتب السيد المستشار نائب العام بالإضافة إلى وزارة الداخلية لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الأثار وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 20 هدفا جويا روسيا فوق المدينة في الساعات الماضية وذكرت الإدارة العسكرية في بيان لها أن انذار الغارة الجوية في العاصمة وفي منطقة كييف استمر لأربع ساعات وثماني دقائق لافتة إلى تضرر مبنى سكني وإصابة الشاب في كييف أعلنت الإدارة العسكرية المحلية لكييف حالة التأهب بإثر تعرضها لهجوم جوية روسية وقالت الإدارة أن الهجوم الجوية استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوي لمطقة كييف لافتة إلى أنها دعت السكان إلى التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ لحين انتهاء الإنظار لا تزال العاصمة الأوكرانية كييف تأن تحت القصف المتواصل منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل نحو 11 شهراً وإثر تعرضها لهجوم جوي تم إعلان حالة التأهب في كييف والتشديد على السكان بالبقاء في الملاجئ وفق ما أفادت الإدارة العسكرية المحلية وأضافت الإدارة العسكرية أن الهجوم الجوي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوي لمنطقة كييف لافتة إلى أن الخطر مستمر كانت السلطات الأوكرانية أعلنت أمس حصيلة تبلغ أربعة قتلى وخمسين جريحاً سقطوا في ضربات روسية شنت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة استهدفت كييف وسبعة مناطق أوكرانية أخرى وفي وقت سابق أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية نفذت 35 ضربة جوية مؤكدة تدمير كل المسيرات التي أطلقتها روسيا من جهته أكد الجيش الروسي أن الضربات التي نفذت على مدن أوكرانية عدة من بينها كييف استهدفت منشآت لصنع المسيرات بهدف إحباط هجمات وصفها بالإرهابية يجرى التخطيط لها من جانب آخر أعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونتسك في شرق أوكرانيا حيث تتركز حالياً المعارك بمعظمها هذا ولا تبدو في الأفق وفق مجريات الأحداث الميدانية نهاية للأزمة التي خلفت آلاف القتلى والجرحة تاركة الملايين في الصقيع والظلام أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية أليكساندر بوغوماز بأن طائرة مسيارة أوكرانية شنت هجوماً على منطقة كليموفو تون وقوع إصابات وقال حاكم المقاطعة إن أحد مرافق الطاقة تدرر جراء الهجوم الأوكراني وانقطعت الكهرباء عن بلدة كليموفو مضيفاً أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث أعلنت روسيا عن إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تقترب من مدينة فرونيج وقالت مقاطعة فرونيجا الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية رصدت الليلة الماضية وأسقطت طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار كانت قد انطلقت من أوكرانيا وتقترب من المدينة وأضفت حكومة المقاطعة أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مؤكدة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة من المركبات المدرعة الأوكرانية في تجاه مدينة زابوريجيا بواسطة بطارية من مدافع هاويتزر وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات تلقت أمرا بتدمير المعدات الروسية وحصلت على إحداثيات الهدف ودمرته باستخدام أربع قذائف قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولنبرغ قال إنه ينبغي على الدول الغربية أن تكون مستعدة لتقديم دعم طويل الأجل لأوكرانيا في الوقت الذي لا تظهر فيه روسيا لا تظهر فيه أي علامات على التراجع وقال ستولنبرغ إن الدعم العسكري سيضمن بقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة ويكبر روسيا على الجلوس والتفاوض على إنهاء الحرب وضف ستولنبرغ أن برنامج التعبئة الجزئية لروسيا الذي صدر أمر به في سبتمبر الماضي أظهر أن موسكو ليس لديها رغبة في إنهاء الحرب في الوقت الحالي موسكو ليس لديها رغبة في الوقت الحالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر